المصباح الكهربائي المصباح الكهربائي فكرة أن المرأة تقدم أو تكون إعلامية كانت مغيبة ونقصة هلبة فحولنا من خلال أن نستغل لها الفرصة حتى يولي الصوت المرأة معنا في الراديو وفي الوسائل العالمية حتى يكون لها تأثير أكثر وأكثر اشتركوا في القناة راديو ركز على الاتجاه التوعوي الثقافي بحيث أن نحنين تكون لنا رسالة معينة نضيفوا حاجات ثقافية معلومات ثقافية أكثر شيء ركزنا على الجانب التوعوي الثقافي وحيكون فيه برامج تانية ترفيهية مثلا خاص برامج مثلا الليلية وحيكون أيضا حتى عودة البتح يكون صباحي لأننا كنا فيما صباح نبت من فترة الظهر لكن بدني لا هالمرة حنبدو دوام كامل يعني من فترة الصباحية لفترة الليلية بإذن الله العلكة العلكة هي الحلوة التي تمغضون عن تبلع التصنع عباش كريم ولكهات متعددة طبعا نحن نسعادة جدا أن نحن بيولي لنا الراديو نالوت هو الحاجة الإعلامية الوحيدة موجودة في مدينة نالوت يعني اللي نقدر وحن نوصل بها رسالة وهي سلطة لها سلطة كبيرة ولها تأثير كبير فنتمنوا من الناس وكل بلخص أهل مدينة نالوت نحن يتعاونوا معنا بلخص فالهالظروف اللي موجودين فيها حاليا أن يتعاون معنا لأن الدور وزي ما قلنا الدور الإعلام ليه تأثير هلبا في المجتمع سواء سلبي سواء إيجابي فنحن نحاول أن نحن كشباب يكون له تأثير إيجابي أكتر من السلبي ونوصلوا به رسالة هادفة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر